إخواني وأخواتي وزوار موقع مدرستك مرحباً بكم في فيديو جديد من دورة تعلم لينوكس إذن في هذا الفيديو سوف نتكلم عن أداة جميلة جداً تتواجد في جميع النصاخ لينوكس وتسمى بالLS-off طبعاً قلنا نحن عندما نريد مثلاً نشاهد ملف معين فنحن نقوم باختيار مثلاً LS ثم نضع اسم ذلك الملف فتعطينا لائحة الملفات الموجودة وحتى الملفات المخفية طبعاً قلنا أنه عندما كذلك نريد أن نقوم بLS نشاهد الملفات المخفية والملفات الموجودة بهذا المجلد فLS-alt تعطينا جميع هذه الأشياء لاحظوا معي الآن عندما أضعط LS-off لاحظوا معي LS-off تعطيك العديد من الأشياء طبعاً أنت لن تعرف ماذا تعني هذه الأشياء هذه الأشياء هي العديد من المعلومات التي يحتاجها أي شخص يقوم بتسيير مثلاً شبكة اللينوكس أو شبكة سيرفيلات اللينوكس إلى آخره إذن هنا العديد من المعلومات لا يمكننا قراءة أي شيء فيها لهذا سنقوم باختزالها ويعني شرحها واحدة واحدة لاحظوا معي LS-off تعني أنني أريد IP الخاص أو socket معين يعني IP خاص سأقول مثلاً IPv4 أو IP مثلاً دعوني أضع IPv4 هنا لم يقل لي أنه لا يوجد أي شيء دعوني أضع فقط I مرة أخرى يقول لي لا يوجد هناك أي شيء ماذا إذا كتبت LS-off الإي بي وأريد كذلك إن سأشرح لكم هذه الأشياء لاحظوا معي ماذا يوجد هنا لا يوجد أي اتصال أولاً يجب أن أفتح أي شيء طبعاً جميل جداً أنه لم يفتح أي شيء وذلك حتى تتصلح لكم الفكرة لاحظوا معي فهو لن يفتح أي شيء لماذا؟ لأنه لا يوجد أي اتصال بالشبكة داخل جهازنا طبعاً إذا كنت تعرف تريد معرفة إذا كان شخص قام باختراق جهازك والآن هو متصل مع حسوبك عن بعد إلى خير فيمكنك استعمال هذا الأمر LS-off لاحظوا معي عندما أفتح الفايرفوكس ثم أذهب إلى جوجل مثلاً سأترك فايرفوكس مفتوح ثم أضعه هنا بجانب لاحظوا معي ماذا سيحصل الآن سيقول لي أنه فايرفوكس مفتوح وهذه هي الآي دي الخاصة به هو اليوزر هو اليوزر يعني مدرسة تيك طبعاً هذه الأشياء التي نتطلق إليها نسخة IPv4 هو هذا الديفايس يعني الموجود به الآن هنا كذلك size of يعني حجم حجم الباكت فهو يقول لي OT0 ويقول لي أنها تذهب من حاسوبي أنا الذي هو 10 إلى هذا المكان الذي هو بورت 80 والذي هو طبعاً الإي بي الخاص به البروزر أو بالجوجل أو بالأنترنت طبعاً إذا قمت بإف كونفيك إف كونفيك تعطينا الإي بي الخاص به أنا لاحظوا معي فسوف أجد أن الإي بي فعلاً هو نفس الإي بي الموجود هنا إذن هذه المعلومات صحيحة جداً طبعاً إذا كنت إريد مثلاً إلس أن أعرف من هو المستخدم الذي استعمل هذا العفو ليس إلس إلس أوف المستخدم الذي دخل على هذه أوكي حسن جداً إذن إلس أوف سأضع دعوني أشرح لكم بعض هذه الأشياء حتى يعني لا أكتر عليكم من الكلام هنا قلنا إلس أوف دعي لنا الإي بي الآيس دعوني أقوم بتشغيلها إلس هنا الإي بي هنا عدم تغيير هذه الأرقاب الارقام الى hostname وهنا نسميها بالانجليزية do not resolve the dns name ما معنى ان تعني انه لا تقوم بتحويل هذه الارقام الى حروف يعني هجائية يعني abcd ماذا اذا قمنا بازالة تلك الان لاحظوا معين ماذا سيحصل وستشاهدون الفرق هنا يعطيني مثلا هنا يعطيني جمل عوض ال ip address وهنا اعطاني ال ip address طبعا هذه الخاصية يسر لك ان تكون هنا كذلك سرعة في اداء المهام يعني على ال والعديد من الاشياء الاخرى لاحظ معي كذلك مرة اخرى هنا اعطاني الاسم وهنا قام باعطائي يعني اسمع نحن لا نريد اسمع نريد فقط ip address اذا ماذا نضيف نضيف ان حسن جدا لاحظ معي الان سيقوم فقط باعطاني ال ip address وهذه العملية جميلة جدا في حالة ما كنت تقوم بعملية يعني monitoring مراقبة للشبكة او الى اخره دعونا نقوم باغلاق لهذه النافذة اذا كنا نريد اغلاق هذا هذا يعني المتصفح او اي برنامج يمكننا ان نقوم بكل ونضع ال id الخاصة بالبرنامج او بالبروغرام يعني ال pid نضع هذا ال id اذا كيف سنقوم بذلك كيل 3102 بوم لاحظ معي لقد تم اغلاق الفايرفوكس اذا حاسد جدا اذا ماذا استفدنا من هذا الفيديو انه هناك خاصية تسمى ال اسوف ويمكنك اعطاؤها الارجيمن او اعطاؤها خاص اعطاؤها يعني اوبشن او يعني اضافة الاي التي يسمى الاي بي تريد ان تشاهد الاي بي تريد كذلك ان تشاهد لا يقوم الديانس بتغيير الاي بيات الى اسماء وكذلك تقوم بوضع الpoint number الذي PRNP بتعني نحري столько لاحظ معي لن يعطيك اي شيء لانه لا يوجد اي برنامج بفم-طوح فما إن نفتحo يعني ال وي وي ولول ول suiv عن ال الänge حسن جدا ان لقد فهمت موهني الان فما ان افتح ذلك اقوم بتشغيل الاقامال مرة اخرى حتى يقول لي ان هناك شيء متصل مع جهازك ويجب ان تحضر لان هناك شخص يتجسس عليك يعطيني الـ IP خاصة الـ address خاصة به إلى آخر إذن حتى لو أعطيتها لكم كان معكم زهير وسألقاكم في الفيديو القادم إن شاء الله